مين من اللاعبين؟ وتمنى أن حضراتكم تبعتوني ابعتوا على الصفحة الرسمية للنادي الأهلي لقناة الأهلي بعتوني يقولوني رأي حضراتكم أو مين اللاعب اللي حضراتكم شايفين أنه هو كان كويس مين اللاعب اللي حضراتكم شايفين أنه هو كان قادر يشير رجله يوم المباراة مين اللاعب اللي كان في 30% من مستوى أي حد بعيدا عن الشناوي طلع الشناوي بره لكن هل كريم فؤاد كان في مستوى؟ هل علي معلول كان في مستوى؟ هل ياسر إبراهيم شوية ياسر هل محمد عبد المنعم كان في مستوى هل عمر السلية كان في مستوى هل حمدي فتحي كان في مستوى هل أليو ديانج شوية كان في مستوى هل آفشة ولا محمد شريف ولا برسيتاو كانوا في مستوى ولا واحد من دول كانوا في مستوى وأنا بقولها صراحة أمام حضراتكم ولكن إيه الأسباب اللي تخلي لاعب يصل لهذا المستوى السيء من وجهة نظرنا كأهلوية كالجمهور أهلاوي يعني وهو من 3-4 ايام كان في الطوب فورم بتاعته لكن أنا بكلم على الوضع آه الفريق وحش وكل حاجة ولكن والله العظيم يا جماعة أسباب أو الإرهاق بيؤدي لأكتر من كده الإرهاق بيؤدي لأكتر من كده ومحدش يقول لي ونبقى إسلام ببعد عن نغمة الإرهاق مش هقدر أبعد عن نغمة الإرهاق أنا وكثير من اللعبة كرة القدم اللي لعبه شافوا أو عارفين كويس جداً الكلام اللي أنا بقوله عارفين إنه آه في إرهاق طبعاً معاك المفروض المفروض أن أنت معاك واحد من أفضل المخططين الأحمال أنه بيساعد معاك استشفى قوي لازم يتعامل معاك حاجات كتيرة جداً جداً ولكن في ظرف ثلاثة أيام وصفر ثمان تسع ساعات وقبلها مباراة ضغط عليك نفسياً وعصبياً وبدنياً قبلها اللي هي بيرامدز وقبلها بتلاثة أيام كان عندك مباراة مهمة وضغط عليك نفسياً وعصبياً وكل شيء ومع ذلك أنت كنت تقدر تتعادل في المباراة مبارح كرة اللي تلعبت الأخيرة من عالي معلول يمكن هذه كرة الوحيدة وكرة حسام حاسا كرة حمدي فتحي الشوت الأول عفواً تلات أربع كرات كانوا ممكن جداً جداً يعني ممكن جداً كانت الآن يطلع بتعادل لكن موسيماني ما كانش في يومه لأن بيرسيتاو الحياة ما كانش كويس في هذه المباراة من أول عشر دقايق عرفنا أن بيرسيتاو مش موجود ففضل موجود لغاية لما تغير وقت طويل جداً وهو وحش طوال هذه الفترة هنا مع حضراتكم ومهم بقول نفس كلام اللي حضراتكم بتقولوه أي حد تفرج عن ماتش شاف هذا الكلام ولكن هل دقايق خلينا أقول أن بيرسيتاو لعيب وحش؟ إزاي يعني؟ هنقول كده إزاي؟ هنقول أن بيرسيتاو رجع من إصابة طويلة قعد خمس ست أسابيع مصاب وبالتالي بياخد ماتش واثنين وثلاثة واربعة لغاية لما يرجع في مستويه المدرب يلعبه أو مايلعبوش هو اللي بيتعاقب يعني المدير الفني هو المفروض شايف كل حاجة وعارف كل حاجة خصوصاً بعدما تم تجديد التعاقد مع بيتسو موسماني وفي النهاية وفي مدرب عايز يخسر وفي مدرب عايز يخسر النادي الأهلي بقمته بجماهيريته عايز يخسر أو مدير الفني النادي الأهلي استحالة طبعاً بالعكس دي اول مباراة بعد التجديد عايز العب بأفضل اللاعبين الي مجدين عشان اكثر. ولكن ممكن نلعب بمجد افشا ويطلع نجم المباراة. ممكن نلعب ببيرس تاو ويطلع نجم المباراة. السلية ويطلع نفس المباراة. سانداونز صفر 8-10 ساعات مروحه وجايه مضايقات من الجماهير ما قبل المباراة اللي بيحصل التعب والإرهاق اللي حصل خلال الفترة اللي فاتت حتى زي ما قلت لحضراتكم أنا لما قلت ان بعد وخلاص المباراة خلصت وبيرامدز وكسبنا بيرامدز وكل حاجة وإحنا فرحانين ومبسوتين وأنا كنت فرحان مع حضراتكم ومبسوت كل حاجة ولكن في النهاية أنا قلت إيه قلت أنا كان نفسي ما تتلعبش المباراة دي مصمم على هذا الأمر